هذا البيان العاجل من القوات المسلحة المصرية مقتل 18 ارهابي تدمير عدد 4 عربات بينها 3 مفخخة خلال احباط قوات الجيش هجوما ارهابيا في شمال سيناء واستشهاد اتنين من ابناء قواتنا المسلحة واصابة اربعة اثناء اداء وجبهم الوطني هي حرب دهنا حرب وعندنا تحديات عنيفة عندنا تحديات عنيفة في كل الجبهات لكن نحن لها بأمر الله نحن لها بإذن الله والحقيقة الشارع المصري كله يشعر بحجم التحديات اللي موجودة وملتف بقوة كله ايد واحدة شعب المصري ايد واحدة في هذه اللحظة اتصور تشغال عند ليبيا بتأمن حدودك بتمنع احتلال شغال في قضية سد النهضة شغال بتحارب الارهاب في سيناء وهكذا يعني وبالتالي الامر ليس سهلا يا جماعة ايد واحدة مصر مصر دايما مصر مصر فوق الجميع واهم من الجميع توايج